السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثاء 21 أكتوبر القمر اليوم موجود في برج العذراء لغاية الساعة 10 و19 دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان ورح يظل القمر موجود في برج الميزان حتى تمام الساعة 11 و22 دقيقة من ظهر يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزل إلى الصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة حتى تمام الساعة 10 و19 دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي القمر بما أنه اليوم موجود في برج العذراء معناته منظل على طبيعتنا الجادة منولي مزيد من الاهتمام ومنراقب صحتنا أو نحافظ على صحتنا برياضة نظام غذائي تمرين رياضية مراجعات طبية وبرضو نذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل من دقيق بكل شيء هم يكون منظمين جداً الناس عادة بهاي الفترة نادراً إنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي لأنه بهاي الفترة العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر بدكوا تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة طبعاً لما يكون القمر موجود في برج العذراء هاي فترة جيدة للتخلص من التدخين مثلاً أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون اليوم الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متعقبين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والمهل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي إلى القمر اللي رح يبدأ الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة عشر وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا بخصوص الشهر العاشر الآن كل خلو المسار لهذا الشهر وأمور أخرى تتعلق بأفضل أوقات للعلاج والأمور الطبية والأيام السعيدة والأيام النحيسة وانتقال القمر صارت موجودة في صندوق الوصف طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي رح يبدأ زي ما ذكرنا ساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بينتهي الساعة عشر وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشر وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج خلاص القمر بانتقل بيستقر في برج الميزان عشان هيك بتصير يعني من ساعات المساء رغم أنه ساعات المساء بتوقيت جرينج يعني عشر وتسعة عشر دقيقة بتكون بعد منتصف الليل بتوقيت الأردن من اليوم الذي إليه فإذن بس بنذكر إيش التأثيرات إنه هو بيصير هاي فترة لما بصير القمر في الميزان أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفية ما بين الأحبة أو لا علاقة مع الحبيب أو لا تحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية من كون نشطين أكثر اجتماعيا من ميل الاسترخاء والتأمل بيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغير ممكن تلعب دور في علاقة فيها بعض التوتر خلال الفترة القادمة اللي هي بعد الانتقال للميزان مننجح في أعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا خلال طيلة اليوم عنا البنكرياس والعمعاء الدقيقة والأعور والقولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين ليش؟ لأنه هاي الأعضاء اللي لها ارتباط كامل في برج العذراء لما ينتقل القمر لبرج الميزان بصير عندنا الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة جلد كعضل اللمس والبنكرياس الأنسلين أسفل الظهر والزايد الدودية طبعا هاي رح تكون يوم الغد أكثر بالنسبة للعمليات الجراحية دون العضاء اللي ذكرناها اللي تتعلق في برج العذراء ما مننصح بالعمليات الجراحية وهي الفترة هاي أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية لأنه رح ندخل بعملية تأثيرات الكسوف أو دخلنا فيها إحنا تحديدا فعشان هيك ما بنصح إلا للعمليات الاضطرارية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل؟ لا مش مناسب لعمليات التجميل لأنه حكينا في فترة الكسوف ما مننصح بالعمليات الجراحية وما مننصح أيضا بعمليات التجميل ولكنها بتظلها فترة تصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه ما لها أي تأثيرات جانبية ولكن أي شيء له تأثير أثار جانبية ما بننصح فيه يصلح لقص الشعر التجميلي مثلا ولو أنا ما بنصح حتى في هاي الأمور الصبغ والحنة طبعا ما بنصح فيها ولا يصلح للقص العلاجي القمر بما إنه في برج الميزان خلو المسار القادم بيبدأ يوم الجمعة بيبدأ الساعة 10 و40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 11 و22 دقيقة ما قبل الظهر ظهرا إحنا منسميها بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحصار الهلال عمره 29 يوم نسبة الإضاءة بتكون نهاية اليوم واحد في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 30% الآن ساعة المساء سعيد بنسبة 70% القمر في العذرة ورح ينتقل للميزان في ساعات المساء ورح يضل في الميزان ليوم 14 منتحس بنسبة 25% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 40% ساعة الظهر منتحس بنسبة 15% ساعة المساء سعيد بنسبة 15% عطارت في الميزان حتى يوم 13 10 منتحس بنسبة 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 10 سعيد بنسبة 70% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% أوصلناها للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وابتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة ممكن بعضكم يتوصل لاتفاق ابحثوا عن حليف أو عن داعم وتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء أو شركائكم وحاذروا من التراجع الصحي في ساعات المساء ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن القمر بده يصير مقابلكم تماما بدكوا تحاذروا من الخصام والمشاكل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبيحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وبتكون هاي الفترة مميزة جدا ولكن حاول إنك ما تغامر وما تجازف وما تفرض رأيك على أحبائك ممكن تشعر بالطمأنينة والراحة اليوم أكثر من المعتاد أما من ساعات المساء هاي وحالكم العمل راح يتراكم لديكم وبتكون تنتبهوا لصحتكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا تنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا معني ببعض هيك التقلبات المزاجية اللي تتعلق بالبيت والعائلة أو ذكريات أو عتاب أو مشاكل أهمش أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك فصحيح أنه في بعض التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم ممكن يكون عندك لقاء مهم أو اتصال مفيد وبتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وبتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري أما في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتكتخففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ومن النصابين والمحتالين والمصاريف لزيادة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهمش أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذروا عمالكم وكونوا متيقضين قبل التوقيع على أي عقد أو ورقة وحدد أهدافك أما في ساعات المساء بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والسفريات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكونوا مميزين بأداكم وهي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد أو بيكون عندك حماسة واضحة في الأفكار أما في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم وممكن يكون في بعض الشيء جديد بيدخل على الوضع المالي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فبيسيطر التعب الشديد عليكم ممكن تفكروا في إلغاء المواعيد أو الابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين بتهدى الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية وهي فترة محبطة جدا مخيب الأمال وممكن يطرأ بعض التغيير للأفضل في ساعات المساء المتأخرة لأن القمر بوصل لعندك فبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة والعب دور بأن في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة وحاول إنك تتمم كل أعمالك الضرورية والمهمة قبل ساعات المساء لأنه في ساعات المساء القمر رح يوصل لبيت المتاعب فبتنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه يصير فترة فارغة من الطاقة والحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات المساء ويعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل بس ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم وتجنبوا التصرف الإرتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل أما في ساعات المساء بتلتق الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية بتصير بعوجها بادر لملاقات الآخرين برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوه في التنقلات والاتصالات والسفريات اليوم ولكن تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ابتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك وهي فترة إيجابية جداً فما تضيح عليك الفرص أما من ساعات المساء تنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بالنسبة لموليد برج الجدي تفحصوا حساباتكم المالية المشتركة اليوم وخففوا من النفقات وانتبهوا من النصابين والمحتالين صحتكم أو صحت قريب لعلكم بتكون بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به وابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وما تهم الملف ولا قضية أما من ساعات المساء هنا الأجواب تصير إيجابية أكثر تنشغلوا في مسائل تتعلق بأشخاص قارج البلاد أو سفر أو اتصالات بعيدة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل في هاي الفترة الضغط كبير والأوضاع ممكن تزداد صعوبة أما في ساعات المساء بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية أهم إشي أنه ما تهملوا صحتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر